السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل حب والتقدير الجميل المتتبين في مكان وفي هذا العالم أراكم عزاز وغاليين أول حاجة أريكم تبرتجوا الفيديو على أكبر نطاق وساء فأرحم لكم بها الوالدين أنا محتاجة للبرتج في هذا الفيديو بالتبد بس وصل الصوت ديالي للناس المسؤولين الكبار واستجبوا الطلب ديالي الناس تضامنات هب القفات هالخيرات جلسة دربي المغاربة بينون على الرجولة ديالهم في مكان وفي هذا العالم المغاربة الحرارة هم هادو ما تتخلوش على أخوتهم تضحي وغادي الجبولة والديلي كرموك والديلي بيكوب ما لبلوش هو وخطريق والتدارس وعرة وصعيبة بأنه يصل لمركز ديال الناس اللي تتعاني ولكن هو مضحي من أجل أخوت والمغاربة الله يكتر خيركم والله يزازكم بخير هذا هو التضامن هذه الإنسانية بكل تجليتها أنا عندي تضامن من نوع آخر فعلا تعاوننا ودرنا اللي اكتب الله يعني الحمد لله ما بخلنا بحتى حاجة ولكن بغيت نزيد حاجة أخرى ونبهى الناس لها كنين وليدات اللي بقواوا بالعائلة كنين وليدات اللي بقوا بالعائلة كنين وليدات اللي يخل للقوراسهم بين الفينة والأخرى لقوراسهم ما عندهم لأب ولا أم ولا أخت أنا فعلا تنبغين نكون قوية تتعرفوني دائما إيجابية ولكن في هذه المواقب سبح الله العظيم تندعب تندعب هاتش اللي اعتن الله خصوصا ما الوليدات نقطة الضعف ديالي هم الوليدات ونبغيش نشوف الحزن لالوليدات بالمرة فما بالك يفي قدري من قمال لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت صبح مقطوع من شجرة صبح كي تنقول إحنا تا حاجة محده تا واحد اللي يضمون اللي يضر ما مكنش أنا تنتكلم وتنذكر هاد البنيتا وواحد وليد أخر تاوامسيكين مرقه هاد كل مستكين تقاوامسيكين وواحد الراس بالراس الجد كذلك هو محتاج الرعاية فكيفاش غادي يربي واحد الذري شكوني غا يقوم بيوم ما تشناوى الجد مثل العمر كبار و إذا اللي نرحم بيالوالدين بغينا واحد تطواء أخر اللي عنده الإمكانية يتكفل يتكفل بالولدات وخصص السلطات والدولة التعاون معنا في هذه القضية لإجراءات تكون بسيطة ما يكونش تعقيدات اللي يرحم به الوالدين علش الله منتضمنوا ونربو الولدات هادو مليتاما اللي ما كانش على بلهم بالمره أنهم يفقدوا أشتشنوى يفقد الأب والأم يفقد العزيز تشنوى فقد العزيز راكارتا إلا إلا سبرك الله سبحانه وتعالى الحمد لله بالنسبة لي أنا لأسرة ديالة كاملة سليمة نعم جدا واحد الحمد لله بالعالمين كنا باقينا على قيد الحياة ولكن نحن معروفة لنا تشربناه أبا عن جد منين تترى شي مشكل ترحسوا بي كأننا نحن اللي وقعين فيه بلازن زال تقول مثل المغربي ليه هنا وليه الجيرانا نحن تهولنا على المغرب بصفة عامة والحوز والترودان بصفة خاصة كين خراب كين ضمار كين معاناة حقيقية كين معاناة حقيقية أخوة العزيز على الوليدات ليه ما عنده محد لقريب لحمين ولا تاشي واحد أنا تتكلم ومعاتو شنو تنقول ما تخوضوش عني في هذا الفيديو تنحس بعض الألم واحد الحرقة بقلبي يربي لي شاهد ومعاتو شنو تنحس بعض الألم ونحن نقول الحمد لله هنا مغربيات ونفتخر بمغربياتنا حمد لله وقع المشكلة هذه المغربيات بسعيدة الألم أنت تتخلى للأخر كل شيء يتعاون مثل قليلا كين بغيت ما أعرفشنو بيدير ومعاندي حاجة والله تنطلق مع الناس يقولك شغنديرو نحنا ما في الدينة كين اللي عنده 17 لسنة يعني قاصر نقولك أنا بغيت نطلع الاجبولة ولكن ما خلوني شواليدية ونقول لك انا بحالي لادرتها بنتي بحالي لانتي كاينة فاكلا تنتي ساعدتي وعونتي اذا هيرنية والقلب وعلى نيتكم ترزقون اذا شنو العدف من هذا الفيديو وشنو بيقولي يا شوهار بيقول لكم انتبهوا هذه النقطة بالضبط لاننا نتكفلوه بالوليدات ما تغيبش على قلبكم الله يرحميكم بالولدين را يكفي انكم تحضنوا ولد ولا بنتوا تجيبوا والدكم را ربلي غادي يخلصكم را مخلفات زلزال نفسي يا صعيبة فما بالو كل واحد يلقى واحد بين الفين والاخرى يلقى عندو حد ملائلة انتبهوا لاد نقطة بالضبط انا والله ما كرهت سيد بنيتا انتولاها ونربيها ونتكفل بيها ما نتخلاش عليها حتى تفرقنا نموت رجاءا اللي عارفها فين كينا واللي بغى وصلاليا على راسي وعيني نتابهوا لهذا النقطة بالضبط نتكفلوا بالوليدات نتكفلوا بالضبط نتكفلوا بالضبط نتكفلوا بالضبط نتكفلوا بالضبط نتكفلوا بالضبط والأزمة النفسية نتكفلوا بالضبط لأن كل يوم تنسموا هنا مات وهنا مات وهنا أه على أين شكرا لكم بزاف على التضامن تلكم المطلق والله مشروع مع أخوتنا وفي الحوز مهما نشكركم ما غاديش نوفيكم حقكم حقكم الناس اللي جات بعيد منطانجا ومن المدون منطانجا اللي قويرة باش تعاوننا والجري يتفيد باش نخرجوا من هاد الأزمة ربي اللي غادي خلصكم نعودوا نجدوا نية ونصفوها بأن العمل جانا لله سبحانه وتعالا ما بغينا لدوز ما بغينا حتى حاجة بغينا لدوز باش وصل الفيديو المانيين بالأمر والرقم ديالي 061-741 شكرا لكم بحجم السماء الله يجزيكم بخير هذا طلب الوحيد المغاربة دخل الوطن وخل الوطن لدوز لدوز على أكبر نتاق واسع تحياتي واحترامتي لجميع